بإذن الله خلينا بقى نروح دولتي للمونديال ونس أطلقت عليه مونديال اللحظات الأخيرة مونديال المفاجآت مونديال النجاح فعلا لو أنت جيت كده شفت يا كريم الأفريقي والأسياوي وحقول العربي على فكرة حتى لو كانت منتخبات قليلة أو يعني تتعد على إيد واحدة أو يعني هي منتخب عمان الله نزلتي بصواب على إيد بقى واحدة الواحدة هيعمل إيه طيب بس على كل حال برضو يعني كانت خارجة عن التوقعات يا كريم أنت عندك منتخب عربي بينفس وبينفس بشدة وبإذن الله عنده كمان مباراة مهمة جدا لا أعتقد دي حاجات مهمة على كل حال يعني المجمل نقدر نقول اللي هو مونديال مميز ومونديال غير متوقع وطبعا قبل ما أتكلم عن مطشين طبعا من بارح ومطشين النهار ده كمان عايزة بس أقول لحضراتكم كم نقطة كده أنا وكريم عن المونديال الحالي ودي نقاط أو نقاط مهمة جدا دي المتابعين يمكن أول مرة نقطة الأولى أن احنا نشوف في تاريخ المونديال بيتأهل فريقين من أفريقيا للدور ثمن النهائي يعني عندك السنغال والمغرب يعني قبل كده كان أقصى حد أن هو يتأهل فريق واحد بس عشان كده إحنا نرجع نقول تاني إحنا سعاداء وعلى فكرة برضو كان ممكن يتأهل أكتر من منتخب زي تونس مثلا اللي كانت عنده برضو يعني فرصة كبيرة أو المنتخب التونسي اللي ترك بصمة جيدة جدا وكان يقدر على كمان الفوز على فرنسا حامل اللقب واحد من أهم المرشحين البطولة وكمان الكاميرا اللي كذبت البرازيل وبرضو كانت قريبة جدا من التأهل وغانا اللي ضيعت برضو أنا مش عايز أن أسحاد غانا اللي ضيعت على نفسها فرصة أن هي أصلا توصل على حساب أرجوي وكوريا يعني النتيجة أن المونديال الحالي بجد شهد نجاح إفريقي غير مسبوك وتوقعات غير مسبوكة ومنتخبات بتطلع يا كريم ومش بتصعد ومش بتتأهل كانت في الأول من المنتخبات اللي يمكن البعض قالك دي من المنتخبات اللي حتفوز أصلا أو حتتأهل أو حتوصل للنهائي يعني بس الحاجة اللي كانت غريبة أن الناس فرحت قوي بعد ومنتخب ألمانيا بسفة شخصية طبعا يعني الموضوع أوكي ألمانيا طبعا من المنتخبات القوية ولكن نختلف معها في أمور كثيرة نختلف معها في وجهات نظر كثيرة نختلف معها في مبادئ حاجات زي كده يمكن ده الشق للبعض منك عرب كم يتكلم عليه أكتر مش فكرة المستوى في الملعب ولو إن على فكرة المستوى في الملعب ما كانش أفضل شيء هذا الموامزي يعني عشان حقيق قال يمكن أنا اللي أبهرني أكتر منتخب الإنجليزي أنا كنت منتوقعة أن المنتخب الإنجليزي مش هيعمل أي حاجة بسولع ماتشاط حلوة يعني هو بالنسبة لمنتخب ألمانيا فيه ناس كتير الحقيقة كانت سعيدة زي ما أنت بتقولي بخروجه لأنه هما كانوا جايين مرش مش مركزين في الكرة قد ما مركزين في حاجات تانية فهدف معين الزبط كده على كل الأحوال طبعا كل الكلام اللي بتتكلم فينا هوند فيما يتعلق بالتفوق الإفريقي الملحوظ في النسخة دي من المنضيات أكيد حاجة تسعدنا كلنا وبرضو كلمة حق لازم تتقال كان هناك أيضا تفوق أسياوي عظيم اللي حصل طبعا بتأهل منتخبين من قارة أسيا للدور ثمن النهائي ده في حد ذاته إنجاز أول مرة يحصل من سنة 2002 وكمان إذا اعتبرنا أن تأهل أستراليا يعتبر تأهل أسياوي من منطلق أنها في نفس المجموعة فيعني بتدخل لأنه طبعا حضرتكم عارفين أن أسيا أن أستراليا بتدخل التصييات مع مجموعة أسيا يعني إحنا كده بنتكلم على ثلاث منتخبات من أسيا وصلت للدور ثمن النهائي هما اليابان وكوريا جنوبية وأستراليا إنجاز كبير جدا جدا وكمان كان ممكن تحصل المفاجأ اللي كلنا كنا بندعي بأنها تحصل وكنا مستنينها فكرة أن السعودية هي كمان تتأهل لكن الحقيقة حجم الإصابات اللي ضربت الفريق كانت صعبة جدا كمان المونديال الحالي ولأول مرة في التاريخ بيشهد تحقيق سبع انتصارات من جانب المنتخبات الإفريقية ودي حاجة نادرة الحدوث يا حضرت طبعا أكبرها على الإطلاق كان فوز الكاميرو على البرازيل في مباراة كانت يعني عظيمة بكل المقاييز ده أول فوز إفريقي على البرازيل في تاريخ المونديال عشان كده بالمناسبة الناس في الكاميرو برغم الخروج بقى خلاص خارج إطار المنافسات لكن كانوا مولعين الدنيا احتفالا في كل شوارع الكاميرو بهذا الإنجاز العظيم فكرة إن إحنا فوزنا على البرازيل إحنا كده كأننا خدنا المونديال مش عايزين أكتر من كده ومش لازم نكلم جبرت خلاص جبرت على كده صحيح لا بس كانت مفاجأة طبعا يعني الحق يقال أو تبيي عنس يعني كانت مفاجأة البرازيل لا ده الناس قالت لك البرازيل هي اللي حتبقى صاحبة اللقب هذا الموسم أو يعني هذا المونديال فكانت غريبة جدا والبرازيل كان عندها ما يؤهلها لده على فكر طبعا يعني هو عندها ما يؤهلها لده ففكرة إن هي لا تتأهل لا ديك معشان كده فعلا هو مونديال مفاجأات أنا فعلا دلوقتي من الناس الفكرة ممكن على فكرة تلاقي في الآخر مثلا دولة غير متوقعة تماما هي اللي تفوز جدا خلاص دلوقتي مش شرط أبدا من المنتخبات المقررة أو صاحبة اللقب قبل كده في نسخ سابقة هي اللي تفوز أبدا ممكن فعلا هذه النسخة نتفاجأ كلنا على كل حال هرجع أقول تاني أن أنا يعني هكون من الناس اللي سعداء جدا لو منتخب عربي قدر أنه وبعديه منتخب أفريقي قدر أنه هو يتأهل للتصفيات النهائية هالواحد هيبقى فعلا خارج من هذا المونديال حتى لو طبعا ما حصلوش على اللقب بس سعداء أن أنت كل المونديال يا كريم بتقرب أكتر أو بتوصل أكتر أو بتتنافس أكتر بتبقى على سيم يعني لفل أو نفس المستوى ده بيأهلك أن أنت بقى من المونديال اللي جاي واللي بعده ممكن أن أنت تبقى من فعلا المنتخبات اللي في النهايات وإن شاء الله مصر بقى إحنا عايزين المونديال الجاي مفيش بقى بصي في حاجات كده مفيش رفاهية اللي انت يبقى موجود أو مش موجود هو لا لازم هيبقى موجود فبإذن الله مصر المونديال القادم وإن بإذن الله احنا كمان نكون مسافرين لو مسافرناش يعني النهائيات بتعدان أنا بحاول دلوقتي أسافر بإذن الله حتى تخلي عني وتسبيل يعني أنت تروح للدوحة وتسبيل أنا هنا في الجيزة الوحيدة ده اللي أنا بقول لك أشوفها صريحة قدام الناس أصيلة أصيلة أعمل لك مدخلات تخطية من هناك بقى